بينما تستمر السجالات والتأويلات حول إمكانية تنفيذ الحكومة قراراتها التي تخص ميليشيات الحجد والتي وردت فيما عرف بالأمر الديواني رقم 237 تنتهي المهلة التي حددها رئيس الوزراء عادر عبد المهدي الأربعاء الحادي والثلاثين من تموز بانتظار معرفة مدى تطبيقه على الأرض القرار يركز على ضبط ميليشيات الحجد وإبعادها خارج المدن وضم تشكيلاتها إلى القوات المسلحة والتخلي عن مسمياتها وخضوعها لقرارات القائد العام للقوات المسلحة وبصف النظر عن اعتراف القرار الضبني بوجود ميليشيات تتحرك خارج القانون وبعيدا عن سيطرة الحكومة فقد أثار القرار رفضا أبدته عدد من الفصائل الميليشيوية بحجج تعددت بين خضوع حكومة عبد المهدي لإملاءات خارجية كما جاء في بيان ميليشيا حزب الله والكلام عن إملاءات خارجية مزحة ثقيلة بأفواه الميليشيات وعدم ملاءمة الوقت واستبرار التهديد الأمني كما يقول عادل القرعاوي الناطق باسم ميليشيا أنصار الله القرعاوي قال إن تطبيق هذه القرارات بحاجة لأكثر من سنة خاصة مع عدم وجود وجهة نظر موحدة بين قيادات الجيش وقيادات الحجد وشدد على وجوب عدم دخول ميليشيات الحجد ضمن المؤسسات العسكرية الأخرى وحصر تبعيتها بالقائد العام للقوات المسلحة رئيس هيئة ميليشيات الحجد فالح الفياض طالب من جانبه بشهرين إضافيين لاستكمال إجراءات الهيكل بحسب قوله مشيرا إلى أن العملية ستكون منسجمة مع الأمر الديواني الذي أصدره عبد المهدي ولن تكون كعملية دمج الميليشيات في السابق مراقبون رأوا أن تصريحات الفياض تؤكد ما يشاع عن مواجهة مشاكل مع الفصائل الرافضة لقرار عبد المهدي بينما ترى أبساط أخرى أن مهلة الشهرين هي محاولة لاستثمار الوقت على أمل حل المشكلة المستعصية في هرموس بين إيران والقوى الغربية والوصول إلى تفاهمات قد تخفف من الضغط الذي تواجهه حكومة عبد المهدي لحل تلك الميليشيات التي باتت تشكل خطرا إقليميا مع الاتهامات الموجهة إليها بتحريك طائرات مسيرة تستهدف دول الجوار وتخزين صواريخ باليستية إيرانية في معسكراتها داخل العراق لاستعمالها في أي مواجهة محتمل بين أسيادها في طهران وواشنطن شكرا